تعال نشوف كده قيمت نادي الزمالك واللي اختارها ميستر فريرا واللي كانت مفاجأة للجميع محمد عواد وسيد عطية وخروج محمد ابو جبل للإصابة في الدفاع محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طاري وحسام عب مجيد وعبدالله جمع ومحمد عب شافي وخروج حمد المسلوسي وخروج حادم إمام وخروج أحمد فتوح وخروج محمود علاء كل دول للإصابة أو للإيقاف أما وسط الملعب فوجود إمام عشور ومحمد أشرف روقة ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكبالة وأشرف بن شرقي وأحمد السيد زيزو وأيمن حفني وسيد جف جعفر وسيد عبدالله وده معناها خروج لعيبة مهمة جدا زي طارق حامد اللي يعود النهاردة بعد غياب شهر بعد ما كان اتفق مع نادي الزمالك وطبيبه ومجلسه على الغياب لمدة 48 ساعة ولكن الدكتور نصحه بالبقاء في أسبانيا وقعد شهر ومرجعش غير يوم اللقاء يعني هنفتق الطارق حامد في هذا اللقاء كمان يعني غياب بعض اللعيبة المهمة زي رزاق سي سي المفروض أنه أجنبي ومحسوب على نادي الزمالك ولكن النهاردة الأجانب تقريبا كلهم غيبين بنتكلم على سيف الجزيري غيب بنتكلم على حمزة المسلوسي غيب بنتكلم على رزاق سي سي غيب بنتكلم على أنجم اللي هيكون على دكة البودلاء وقد يكون تغييرا من التغييرات ولكن الوحيد اللي بيلعب من الأجانب هو أشرف بن شري في المقابل نادي الأهلي يغيب عنه أليو جانج فقط في وجود كل اللعيبة الأجانب أو ميكي سوني أعتقد هو غيب هو أيضا يعني برضو لعيبة مش مؤثرة بوجود بدر برسيتاو وعلي معلول طبعا الأكثر تأثيرا بالنسبة للنادي الأهلي في الهجوم ما فيش غير عمر السعيد فقط وحد يقول لي يوسف أسامة نبيه يوسف أسامة نبيه ليس رأس حرب هذا ليس مكانه يعني ده مش مكان يوسف هو لعيب سريع جدا 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 بيلعب على الأطراف ولكن لا يجيد اللعب في مركز الرأس حربة ده تشكيل نادي الزمالك ولا يختار من خلاله مستر فريرا التشكيل النهاردة بإذن الله تعالوا نروح لموقف الفرقتين موقف الفرقتين النهاردة الزمالك لعب 20 أسبوع عنده 44 نقطة أما النادي الأهلي فلعب 17 أسبوع وعنده 40 نقطة نادي الزمالك في حالة فوزه هيكون لعب 21 أسبوع وعنده 47 نقطة والنادي الأهلي هيكون 18 أسبوع وعنده 40 نقطة أما في حالة تعادل الفرقين هيصل النادي الزمالك للنقطة 45 وهيصل النادي الأهلي للنقطة 41 أما في حالة فوز النادي الأهلي فهيصعب المهمة بالنسبة كبيرة جدا على الزمالك ويصل للنقطة 43 ويتوقف رزيد الزمالك عند 44 ويكون الفارق 3 مباريات المباريات بتسع نقاط يعني في حالة فوز النادي أهلي بالمباريات المؤجلة قد يتخطى 8 نقاط أما في حالة فوز النادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله فهيكون الفارق في حالة فوز النادي بالمبارياته هكون يعني نقطتين فقط ويعني أي مباراة تعادل يعني الدوري هيولع زي ما بيقوله في حالة فوز النادي الزمالك بإذن الله أما في حالة التعادل فيبقى الوضع لما هو عليه ويبقى المنافسة شديدة ما بين الثلاث فرق نادي الزمالك والنادي الأهلي ونادي بيرامدز